مشروعنا اليوم عن الاخشاب البلاستيكية وقبل ما نعرف تفاصيل خاصة بالمشروع ده خلونا الاول نتعرف يعني ايه اخشاب بلاستيكية واللي بنقول عليها بالانجليش او ببساطة الاخشاب البلاستيكية هي تقنية جديدة بنقدر نستخدمها في البناء والتصنيع عموما وهي عبارة عن خليط ما بين الاخشاب والبلاستيك يعني بتتكون من الخشب يعني بواي الخشب او من اشرز مع البلاستيك المعد تدويره وفي الاغلب بيكون نوع البلاستيك ده بولي بروبنين او بولي اسلين او بي في سي وفي الاخشاب البلاستيكية نسبة الخليط ما بين الخشب والبلاستيك بتكون حوالي اه اربعين لسبعين في المية خشب ومن تلاتين لستين في المية بلاستيك والباقي بيكون مواد كيموائية بتعمل على اه اعطاء بعض الخصائص هنذكرها لحكم بازن الله اه لكن في العموم لو عايز اه شكل جمالي او اه يعني تعمل تزيين لارضيات او شكل دكور يكون عالي جمال بتخلي نسبة الخشب اعلى من البلاستيك اما لو خلينا نسبة البلاستيك اعلى من الخشب فبيدينا مقاومة عالية للحرارة ومقاومة للتاكل والرطوبة والعوامل الجوية بصفة عامة لكن في العموم احنا بنخلي اه في نزمة متوازنة ما بين الخشب والبلاستيك عشان نقدر نحصل على الشكل الجمالي وفي نفس الوقت نحصل على مقاومة عالية للحوامل الجوية عموان. والاخشاب البلاستيكية زي ما قلنا ان احنا نقدر نستخدم معاها انواع البلاستيك زي البولي اسلين والبولي بروبلين والبي في حالة ان احنا استخدمنا البولي اسلين بيكون بولي اسلين عالي الكسافة وبينستخدمه في العموم في الارضيات والارصفة ومستون او بيدي مقامة عالية للحرارة. اما لو احنا استخدمنا البولي بروبلين بيكون اه مع الاخشاب البلاستيكية عشان يدي اه شكل جماني للمنظر او كاديكور وكمان بيقدر يقاوم العامل الجوية والرطوبة عموان. اما لو احنا استخدمنا البي في سي مع الاخشاب البلاستيكية بيكون في حالة ان احنا عايزين اه نعمل جدران بتتحمل التآكل والمواد الكيموية. ودلوقتي التعلم تعرف على مميزات واستخدامات الاخشاب البلاستيكية. واهم ميزة واول ميزة ان احنا بنقدر نجمع ما بين الجمال الطبيعي للخشب ومميزات البلاستيك. والميزة التانية ان احنا كمان بيه اه عن طريق الاخشاب البلاستيكية اه بتقدر تقاوم المية والرطوبة والعوامل الجوية عموان عشان كده بنقدر نستخدمها في المطابق والحمامات. اه الاخشاب البلاستيكية مش بتحتاج صيانة زي الخشب الطبيعي. اه يعني وعمرها بيكون اه طويل بيوصل لي عشرين لي تلاتين سنة. اه السنونتها بتبقى حاجة بسيطة بعكس الخشب الطبيعي بيتأثر شوية فبيحتاج صيانة دورية. اه كمان الاخشاب البلاستيكية اه بتقاوم اشعة الشمس. وبتقاوم الحشرات والبكتيريا وتكون العثم. في يعني ليها مميزات كتير جدا. والاخشاب البلاستيكية اللي هي عدة استخدامات او عدة تطبيعات من اهمها ان احنا بنقدر نستخدمها في الارضيات وفي الارض صفة وفي الحوائط وفي الممصات والمراكب. وليها استخدامات كتير جدا. وطبعا ليه عيوب بس العيوب بسيطة يعني الاخشاب البلاستيكية بتحتفز بدرجات الحرارة فممكن تشعر ان الجو او الطاقس حار بعكس الخشب الطبيعي. اه والاخشاب البلاستيكية لو تحصل فيها خدش. اه بيأثر شوية على شكلها الجمالي. اه والاخشاب البلاستيكية كمان ما بنقدرش نقطعها بالليزر. لان لو قطعها بالليزر بيحصل فيها حر. وفي العموم الاخشاب البلاستيكية فوائدها اكتر بكتير من عيوبها. ومشروع تصنيع الاخشاب البلاستيكية يعتبر من المشاريع اللي هي اثر جيد على البيئة. بان احنا بنستفيد من اه البلاستيك المعاد تدويره. وكمان بنستفيد من الاخشاب اه بواي الخشب او النشارة الخشب او اش الرز اللي ممكن اه نحرقه ويأثر اه يعني له تأسير سلبي على البيئة. اه ونشروع تصنيع الاخشاب البلاستيكية يعني يعتبر مشروع اه تكلفته عالية نسبيا. لكن اه مربح جدا وعليه طلب كبير. اه ويعني المنافسين في المعجال ده لسه مش كتير. اه لكن منت هتحتاج تعمل دراسة جدوى ودراسة للسوق الخاص بيك قبل اي خطوة تقوم بيها في المشروع. ودلوقتي تعالوا متعرف ايه اللي انا محتاجه عشان قدر ابدأ في مشروع تصنيع الاخشاب البلاستيكية. اول حاجة محتاج مصنع بمساحة تلتمية متر مربع على الاقل. اتنين محتاج المواد اللي احنا نقدر نصنع منها الاخشاب البلاستيكية. واللي هي بتكون اه خشب او بواقل خشب او نشارة الخشب او اش الرز بنسبة ستين في المية. وهنحتاج البلاستيك المعد تدويره بنسبة اربعين في المية تقريبا. والبلاستيك ده بيكون من نوع البوليبروبلين او البوليسلين او البي في سي. اه وهنحتاج اه ممكن يعني ممكن نضيف بعض المواد الكيميائية مع الخلط ديت. اه بنسبة خمستاشر في المية. زي مسلا الالترا اللي هو بيثبت اه او بيحمي من اشعة الشمس او الاشعة فول بنفس جهية. و اه لمميزات كتيرة. كمان ممكن نضيف بعض المواد الكيميائية اللي بتتقلل الانكماش او اه يعني فيه خصائص كتيرة ممكن نكتسب ها من المواد الكيميائية ديت. فدي كده الخلطة او المواد اللي انا محتاج. تلاتة عن احتاج مكنة لتكسير الاخشاب وتحولها لآآ حبيبات صغيرة. والمكنة ديت بتكون آآ تكلفتها في حدود الف كونسوميت دولار وعلى حسب ساعة الانتاج. آآ اربعة عن احتاج آآ مكنة لتكسير وغسيل البلاستيك المعاد تدويره. وممكن ما نشاهد نشتريش المكنة دي وآآ نشتري البلاستيك المعاد تدويره جاهز من احد المصانع اللي بتعمل بتدوير البلاستيك. هنوفر آآ تكلفة المكنة دي اللي سعرها ممكن يكون في حدود عشر تلاف دولار وعلى حسب ساعة الانتاج. آآ خمسة هنحتاج آآ مكنة آآ خلط او خلاط لخلط الحبيبات الخشب مع خرز البلاستيك عشان نقدر نوصل لبيلتس او آآ حبيبات اللي كده تبقى عبارة عن خريط متجانس ما بين الخشب والبلاستيك. وآآ مكنة الخلط دي بتكون آآ سعرها في حدود تلاتين الف دولار. آآ ستة هنحتاج آآ تصنيع آآ تصنيع الاخشاب البلاستيكية ولي بنسميه والخط ده بيكون عبارة عن ايه? بيكون عبارة عن آآ مكنة آآ باسك وملحط بيها آآ استنبا. والاستنبا دي بيكون فيها بروفايل معين او شكل معين لشكل المنتج اللي انت محتاجه. آآ طبعا بتقدر تغير الاستنبا دي على حسب شكل المنتج اللي انت عايز تنتجه. والمكنة دي كمان بيكون ملحق معها وحدة آآ تبريد. وبيبقى ملحق معها وحدة للتلميع والتنعيم. وآآ وحدة للقطع او سكينة قطع عشان تقطع الاخشاب البلاستيكية بالطول اللي انت محتاجه. آآ ده كده آآ او دي الخط ده بيبقى سعره في حدود خمسة واربعين الف دولار. ممكن يبقى اهل وممكن يبقى اكتر على حسب بسعة الانتاج اللي انت محتاجها. آآ دي كده كل الالات والمعدات والمواد اللي انت هتحتاجها عشان تقدر تبدأ في مشروع تصنيع الاخشاب البلاستيكية. ودلوقت تعالوا تعرف على خطوات تصنيع الاخشاب البلاستيكية. واول خطوة آآ ممكن تكون آآ تدوير البلاستيك. وده عن طريق آآ ان احنا بنكسر البلاستيك ونغسله زي ما احنا شايفين بالمية. وآآ نقدر نحصل على فرز البلاستيك. ممكن نستغنى عن المرحلة دي زي ما قلنا ونشتري البلاستيك المعد تدويره جاهز. بس يكون البلاستيك من نوع البولي بروبلين او البولي اسلين او البي في سي. المرحلة التانية هي ان احنا بنبدأ ننكسر الخشب القديم او آآ نشارة الخشب او اش الروز نكسره لحواليبات آآ زغيرة ومتساوية. ده عن طريق ما كانت آآ 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 بعد كده بندخل على مرحلة خلط. بناخد الخرز البلاستيك مع آآ نشارة الحبيبات الخشب. وآآ نبدأ ندخلهم على آآ مكنة خلط خاصة بتعمل عجل آآ تسخين وعجل وبسك للخليط ده على شكل آآ آآ بيليتس. بس بيمر بآ آآ عدة مراحل زي ما احنا شايفين. لغاية ما نوصل للمرحلة الاخيرة. ان احنا قدرنا نوصل على بيليتس متجنسة ما بين البلاستيك والخشب. لاخد البليتس دي بقى وندخل على المرحلة الاخيرة وهي مرحلة التشكيل. بندخل على على مكانة آآ بسك. بنبدأ نضيف في الهوبر. آآ آآ البلتس. والمكانة البسك بتبدأ تسخن الخليط ده وتتعجينه وتبسكه عن ضريق آآ استنبا او قالب. والقالب ده بيكون في شكل بروفايل آآ بيمثل شكل المنتج اللي احنا محتاجينه. يبدأ تخرج الالواح البلاستيكية زي احنا شايفين وتدخل على آآ مرحلة آآ تبريد. وبعد التبريد آآ في حوض مية بتدخل على آآ وحدة للتنعيم والتلميع. وبعد كده بتدخل على وحدة آآ بيكون فيها سكينة القطع آآ بتقطع للالواح البلاستيكية بالاطوال اللي انا محتاجها. آآ الالواح البلاستيكية في العموم السماكات او التخنات بتاعتها بتكون في حدود من ستة من عشرة لآآ تمنتاشر ميلي. وبكده قدرنا نحصل على الالواح البلاستيكية آآ الالواح الخشب البلاستيكية. آآ خلينا نلقص الخطوات التصنيع مرة تانية آآ بنجيب نشارة الخشب او حبيبات الخشب مع آآ غرز البلاستيك. ندفهم في مكانة خلاط ونحصل منها على آآ والبيلتس ده بندخله على مكان البلاستيك. نقدر نحصل على الالواح الاخشاب البلاستيكية. ودي طريق التصنيع. ودلوقتي تعالى نتعرف على مرحلة تسويق مشروع تصنيع الاخشاب البلاستيكية. الاخشاب البلاستيكية آآ سعر اللوح للاخشاب البلاستيكية بتروف ما بين آآ عشرين لخمسين دولار. فهو مشروع آآ واعد ومربح جدا. لكن هتحتاج تعمل آآ دراسة جدوى دراسة جدوى للسوق عندك. عشان تعرف مدى منافستك آآ مدى آآ يعني آآ ملقمة المشروع للسوق عندك. آآ لكن اوه في العموم آآ مشروع وعد وليه وعليه اقبال كتير كبير. ولسه المنافسين مش كتير في السوق. فتقدر تعمل حاجة في المشروع ده لكن اعمل دراسة جدوى مزبوطة. ودراسة تسويقية آآ تغطي بيها كاف الجوانب التسويقية اللي انت هتحتاجها. آآ مشروع الاخشاب البلاستيكية يعني آآ ليه اثر بيئي زي ما زكرنا جيد آآ بنمنع او بنقلل حرق الخشب وحرق اش الروز وبنستفيد من البلاستيك المعاد تدويره. وكمان آآ ليه فواد كتيرة جدا زي اللي زكرناه في خلال سياق الفيديو. وفي النهاية اتمنى يكون الفيديو مفيد ويتسنسوش تعملو سابسكرايب لي القناة. تحياتي. علينا.